وفي طار زيارة سمون العهد رئيسي مجلس الوزراء إلى دولة الإمارات أعرب سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية عن اعتزازه وتقديره لما وصلت إليه العلاقات الأخوية الراسخة التي تجمع بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة من تطور وانما وأكد الزياني تطلع مملكة البحرين للارتقاء بتلك العلاقات إلى مستويات أرحب بما يعود بالخير والمنفع على البلدين والشعبين الشقيقين جاء ذلك لدى مشاركة سعادة وزير الخارجية ضمن الوفد الرسمي المرافق لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله لدى زيارة سموه إلى دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة وخلال الزيارة قام سعادة وزير الخارجية ومعالي سارة بن تيوسف الأميري وزيرة الدولة للتكنولوجيا المتقدمة بدولة الإمارات العربية المتحدة بالتوقيع على البرنامج التنفيذي للتعاون في مجال التربية والتعليم 2021-2022-2023 ومذكرة تفاهم بين وزارتي التعليم في البلدين بشأن التعاون في مجال التعليم العالي كما قام سعادة الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني بالتوقيع على إعلان اتفاقية السيادة على البيانات بين مملكة البحرين ودولة الإمارات العربية المتحدة